فشل التوصل إلى موقف موحد برفع حضر السلاح عن المعارضة السورية العنوان العريض لاجتماعات القادة الأوروبيين في بروكسين فالآراء بشأن هذه المسألة شابها الاختلاف والتوافق وسط دعوات إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية لقد طلبنا من وزراء الخارجية أن يقيموا الوضع في سوريا من أجل التوصل إلى قرار فيما يتعلق برفع الحضر عن الأسلحة إلى سوريا تقييم بالنسبة لباريس ولندن لا يحتاج إلى مساحة من الوقت لاتخاذ القرار لمواجهة القوة الفائقة للجيش السوري وحماية المدنيين إن الأسلحة التي توردها بعض الدول بينها روسيا إلى سوريا تصل إلى بشار الأسد ونظامه علينا استخلاص كل العبر وعلى أوروبا اتخاذ قرارها برفع الحضر عن الأسلحة في الأسابيع المقبلة الرئيس الفرنسي أكد أنه تلقى ضمانات للمعارضة السورية بأن أي تأسلحة ترسل لمقاتليها ستصل إلى الأيد الصحيحة على حد تعبيره بينما تدعم باريس ولندن فكرة دعم مقاتلي المعارضة السورية ترفض دول أخرى وبينها ألمانيا والسويد وبلجيكا هذا التوجه إننا نطلب اليوم من العالم الحر أن يدعمنا بالسلاح والذخائر وبالدعم الإغاسي والطبي من أجل أن نوقف المجازر تسليح المعارضة السورية باتت تنظر إليه واشنطن بعين الرضا والقبول وعالنت تأييدها لباريس ولندن لكنها أشارت في الوقت ذاته إلا أن دعمها سيبقى في المرحلة الحالية في خانة السلاح غير الفتاك تسليح المعارضة السماعي المقاطقية شكرا